هذا الشخص اللي قدامكم رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني باشر جاي للناصرية يفتتح ملعب للناصرية جاي للمركز البغداد يشتغل بس في مركز المدينة قل لي أبضميرك يا رئيس الوزراء أنا ما عندي شيوياك ولا شايفك ولا عرفك بس أتمنى تخدم بلدك كله مو منطقة أو منطقة بالذمة بالضمير تندل الأقضية والنواحي تندل الأرياف هم مرة يتلق على فلاح هم مرة يتلق على مزارع يعني أنت اختصاصك بس مركز ترى للعلم العندنية يخدم بلده ما يجي بس للمراكز يجي يفتر الأقضية والنواحي آخر شي يروح للمركز زيس المركز كل الحكومة به وكلها تخدمه أما الأقضية والنواحي منسية ترى أنتم اليوم ما صعدتوا إلا من الأقضية والنواحي هي الصعدتكم فيا رئيس الوزراء أنت إذا تجي بس للمركز وبس تفتح الملعب غير مرحب بيك والله العظيم وما أجام لك وما أطخ رأس بس لله فأنت إذا تجي بس للمركز وعاية الأقضية والنواحي مهمته أنت غير مرحب بيك اللي جئت والما أجيك أنا بالنسبة لي لا أقول لك لا تجي ولا بش أنت غير مرحب بيك من الأقضية والنواحي أنت ببغداد تشتغل بش بالمركز هم غير مرحب بيك اللي عنده نية يريد يعمر بلد يريد يخدم بلده أول ما يجي للأقضية والنواحي المهمته يعمرها لا تجي لي للمركز المركز محمر اليوم كل المراكز محمرة ما عدا الأقضية والنواحي السلام إليك عسى وعن توصلك الرسالة وللعلم ما عندي شيويات الخدميت والما خدميت أنت اليوم محاسب أمام الله بأتر يحاسبونك أربعين مليون في مالا